مدى من الحديث في تويتر وموقع التواصل الاجتماعي كما ذكرت أنه أصبح الأخضر الرد فيه كبير جدا نفت الإدارة العامة في خبر صدر اليوم نفت إدارة العامة للإعلام والنشر بالرئاسة العامة لرعاية الشباب السعودية في بيان الصحفي لمنفيا قاطعا ما تنونته مواقع التواصل الاجتماعي تويتر مؤخرا منسوبا للمستشار الخاص للرئيس العام لرعاية الشباب عظم مجلس دارة الاتحاد السعودي كرة القدم ورئيس لجهة الاحتراف وشؤون اللاعبين الدكتور صالح أحمد بن ناصر من أن الرئاسة العامة لرعاية الشباب ستبدأ اعتبارا من اسم الرياض المخبر خاصة الأندية الرياضية السعودية وأبانت الإدارة في هذا الصدد بأنه لا يوجد لدكتور صالح أحمد بن ناصر أي صفحة على موقع التواصل الاجتماعي ولا علاقة له بهذا التصريح المختلق والمنسوب إليه سوي شغل تويتر محمد يعني الظاهر الوحيد يتورط قال أنا ما عن إحساب هو موضوع خاصة الأندية نعلم أنه شكلة لجنة لدراس خاصة الأندية وأنا أعتقد أنه التباطئ في خاصة الأندية يعني ليس هو الإجراء المناسب تحويل الأندية لشركات لها هيكلها الإدارية والمالية هو الطريق الصحيح نحو الاحتراف الواقع لو شفت أنديتنا الآن يعني ما نقدر نسميها لا محترفة ولا نصف محترفة إدارة هاوية أو متطوعة يعني نقول متطوعة الطاقم الفني غير ملتزم ببرامج معينة الوضع عائم لكن أنا أعتقد أنه بالتخصيص ستنحل كثير من المشاكل ترجمة نانسي قنقر